قلته كل الصحف الإلكترونية من كم يوم ونحكى فيه كتير وهو إيران تطلق عملتها المشفرة الجديدة المدعومة بالذهب كان هيدا العنوان متصدر كل العنوان الصحف الإلكترونية من يومين وأكد مسؤولين بإيرانيين أنه إيران لح تطلق هيدا العملة المشفرة الجديدة لإله المدعومة بالذهب تحت اسم باي من وهيدا العملة المشفرة كتير نحكى عنا من قبل ولح تهدف كمان لأنه تنفس العملات المشفرة الكبيرة بالسوق ونحنا عم نواكب معكم عم نتابع حتى بقهوة وخبرية الصبح كنا عم نحكى عن العملة المشفرة بيتكوين وليبرا طبعية فيسبوك وهلأ شفنا دول عم بتطلع العملات المشفرة الخاصة لإله ليتنافسوا مع بعض كمان وفقا لمسؤولين بالبنك المركز الإيراني بتهدف هيدا العملة المشفرة الجديدة لح تجعل استخدام الموارد المجمدة للبنوك بطريقة سهلة فهي بدورة كمان لح تدعم المصاري أو النقود الإيرانية الأساسية بإيران ومع التنافس الكبير بين عملات المشفرة الكبيرة وخاصة هيدا اللي حتنزل بالسوق الجديد لعم المشفرة من إيران باعتقد اللي حيكون منافسة كتير كبيرة بان كل هالعملات المشفرة وصار فيه ممكن كتير من العالم تختاره لتداول هيدا العملات وشراءه وبيعه عبر الإنترنت وبتجدوا الإشارة كمان أنه هيدا العملة المشفرة اللي حتقوم بدعم العملة الوطنية الإيرانية ونحنا بنعرف أنه العملات المشفرة انطلقت من قبل وأولا كان البيتكوين وهلأ كمان نعطرين الليبرا وكمان بايمون من إيران شكرا